موقع V.A.B.S.E.D.C.E.M. سمين عروض قدام كود خصم جديد لWindows 10 نجربه مع بعض SK دحم راح ينزلك ويخليه ب 15 دولار طرق الدفع هذه هي قدامكم عندهم برضه أوفيس 2016 و أوفيس 2019 كود الخصم SK دحم راح ينزل بهذا القيم وهذا الكود اضغط هنا ونسخ كامل ابدأ اكتب Activision وطلع لكذا الخيار Change Product Key واضغطه وNext ومبروك السلام عليكم كيف الحال اليوم لدينا مقطع مشابه لتجميعة انتل اللي سويناها قبل فترة على نفس الكيس اللي من ازوس ونفس كرت الشاشة المبرد بتبريد مائي ولكن ذي المرة سنغير المذر والمعالج لتجميعة AMD قدامكم المذر بورد من ازوس اللي هي الROG CROSER V3 HERO واحدة من المذر بوردات الكويسة معالجات الريزن ال5000 الأخيرة X570 الشريحة المعالج اللي بنشبكه اللي هو الريزن 9 5950 X اقوم معالج موجود من فئة جيله الأخير حق AMD ال5000 بس قبل لا نبدأ عندنا موص خفيف بنشوفه على السريع من ازوس اللي هو الROG PUGO 2 موص صغير تصميمه خفيف على اليد وزنه خفيف يجيكم RGB بهذا الشكل اللي مناسب لليمين واليسار لليدين سواء تلعب باليسار او باليمين فيها زرار تحكم للدي بي اي زرين على اليسار بيشتغل واي فاي طبعا بطارية داخلية RGB بتتحكم كله من السفتوير حقه بتلقوا رابطو تحت في الديسكريبشن طيب الآن نجي للتجميع خلونا نشبكها والشي ونشوف مع بعض الماذر بورد ايش وضعها بالمناسبة هذه نفس الماذر بورد اللي عندي على تجميعتي الخاصة اللي انا مسويها حقه ترازن هذا برضو نفس الكلام هذا معالجي اخوان اذا ما تعرفوا في سيتاب اخير 2021 اذا ما شفت السيتاب ارجع وشوفه هذا نفس معالجي وهذه نفس ماذر بوردي قبل لا يكون اعلان هذا الريدي الماذر بورد هذه عندي وانا استخدمها شخصيا ومجربها الآن وما شاء الله ولا كراش واحد ولا حتى بلو سكرينات في مسألة انه مشاكل ماذر بورد والخرابيط هذه الحمد لله من اجود الماذر بوردات لاني اثق انا بالبراند هذا حق ازوس واثق بجودتهم فاردي شريعه لنفسي في تجميعتي الخاصة مع المعالج اللي هو ال5950 نيكس فمن ناحية جودة اعطيكم هي من تجربة ما شاء الله يعني جميل الماذر بورد ما في مشاكل ما في خرابيط فتحات اليو سبي ورا كثيرة وهذا من اسباب اني اشتريتها اصلا الماذر بورد القديمة اللي هي على جيل الاقدم كانت يعني فتحات اليو سبي ما هي مرة كثير فانا كان يهمني هذي النقطة بالنسبة للتركيب مع امدي الموضوع بسيط بتشبك المعالج كيف بتفكه وتحطه على يدك بعد ان تفك السوكت على فوق بتوزن المثلث اللي يجي بطرف المعالج مثلث صغير كذا من فوق بتوزنه مع المثلث اللي موجود في طرف السوكت على الماذر بورد مثلث واحد هو بتشبكه خلاص انتهى الموضوع نزل الحديدة هذه بعد كذا اشبك الرامات من اليمين اول صف واحد بعدين اترك فراغ بعدين اثنين حبتين بذل حال انتقفلت المعالج والرامات اهم شي يطلع الصوت كليك من المنطقتين لكي تضمن انك شابك الرام صح اذا عندك امدوت 2 راح يكون عندك ثلاثة اماكن تحت هذه المنطقة كلها لو تفكه بالمسامير انا اريدي اما جامع التجميع هذه من امدوت 2 فراح اشبكه زي ما هي لكن لو كان عندك بتلقاها لما تفك المسامير هذه اللي قدامك واضحة قبل ان اشبك المبرد المائر اززز عنده موقع اسمه PCDIY باختصار موقع يسهل عليك عملية التركيب وتجميع الاغراض بطريقة بسيطة بتختار المعالج المناسب لك بتختار الكرت الماذربورد الى اخره هو يجمعها لك بحيث انها تكون متوافقة ما تغلط يعني تشبك معالج خطاء مع الماذربورد خطاء ما راح تصير في ذا الموقع ان شاء الله الشاشة السماعات كل شي كده بتختاره من ستبك وراح يسهل لك الموضوع بحيث انه من فهن تشتريها ولا سعار و الاخره شاكوا عن الرابط في الديسكريبشن عشان نشبك التبريد المائي حق اززز اللي من المقطع اللي فات نفسه انا شابكه على كنت على السوكت انتل فالان هذا السوكت ام دي فكل اللي تسويه بسيطة الموضوع تجيب الام 4 اللي هو السوكت حق ام دي هذا في اربع مسامير تستبدلها بالمسامير الموجودة على الماذربورد من اول تفصل ذيك وتشبك هذه مكانها يدوي الموضوع بسيط جدا وسهل اربعة بعد كذا بتنقل البراكت هذا على المبرد المائي اللي كنا شابكنا عليه ببراكت انتل فلاحظوا الفرق يعني الشكل مختلف تفصل ذاك تلفه عقار بالساعة يتفك معاك سريع سريع وذا تشبكه بنفس الطريقة يدوي وخلاص انت جاهز بتشبك على المسمار نفسه ذاك اللي شبكنا على انتل اللي هو اربعة كذا زي ما انت شايفين طبعا انا كنت شابك الريديتر وجاهز في الكيس فاذا ما تعرف فروح مقطعي حق تركيب البي سي او روح مقطع اللي فات حق انتل راح يكون رابطه يوضح لكم الان في الزاوية بسيط الموضوع اشبك الريديتر مع مراوحه اوزنها على حسب كيسك لكن الكيس حق ازوس الفلتة ورضات ضخم ما شاء الله مقفل الموضوع انا شابك قدام لانه فوق كالعادة راح يشبك فوق كرت الشاشة اللي بتبريد مائي وريديتر لذلك المساحة اللي فوق بيستغله الان اشبك الاسلاك البورس بلاي اللي بالمناسبة برضه من ازوس ما شاء الله عليهم يعني التجميعة هذي كلها ازوس في ازوس اشبك سلك المذر بورد 24 بن اسلاك المعالج اللي فوق واشبك اليو اس بيات حق المبرد المائي في المنطقة السفلية او مثلا الفان المراوح اقفلها من ذحين منفذ الاوديو الفرونت بانل ما الفرونت بانل حق الكيس اشبكه تحت في اليمين في الزاوية اذا ما تعرف روح لدفتر المانوال حق الماذر بورد اللي جمعه او في جوجل سيرش بسيط او اصلا مكتوب على الماذر بورد بس يبالك عين يعني يتطالع وتقرب ماكرو قفلنا الموضوع اذا نشبك الكرت حق الشاشة اللي من ازوس اللي راجعناه بمقطع من فصل فك من فوق بذي الطريق الكيس هذا عجيب غريب وحط الروديتور فوق ارفعه بيد وحط مصمار واحد وقفله بالمفك عندك منطقة واسعة تأخذ راحتك من قدام لورا براحتك اوزنه في المنطقة الاتباع يشبك ستة مسامير بتقفل الموضوع على طول او ارباع حتى بعد كذا رجع الحبلة المطاطي هذا حقه وما ادري اش اسميه ولكن هو يشكل وبرضه في نفس الوقت اذا بتتنقل بالكيس مكان ممتاز انك تشيله قريب ممتاز يعني ما راح تخاف من اي شيء انه يطيح رجعه بنفس الطريقة يعني تلفلف كذا وتشبك على نفسه بعد كذا اشبك كرت الشاشة ولا تنسى انك تفك البلاستيك منه وامسكه بيد وشد عليه مصمار واحد من اللي صار بيد عشان يعني يكون ماسك على المصمار مو ماسك على المذربورد ومبروك عليك هذا هو البي سي الفرق عن المقطع اللي فاتح حق انت لانه هذه تجميعة اي ام دي ماذر ومعالج فقط الباقي نفسه من رامات باورس بلاي قطع الكرت الشاشة الكيس هذه تجميعة اي ام دي من از اس ما شاء الله تجميعة قوية كمعالج وكرت ثلاثين ثمانين تي اي المبرد المائي هذا شيء من الآخر الشاشات تنور كله بتتحكم به من السوفتور بعدين طبعا تحمل ببرامج حقته اذا بيتحدث بيس للماذربورد مافي اشكال لكن انا اشوف اذا مافي خرابات مافي شيء لا تحدث بيس وبالتوفيق لكم هذا كل شيء يعطيكم العافية شكرا لكم شكرا لكم